درس كتابة معدلات ذات خطوتين في هذا الدرس سنتعلم تحويل جمل إلى معدلات ولنأخذ أمثلة يزيد العدد 15 بمقدار 3 على 6 أمثال عدد كيف نبدأ هنا؟ نبحث عن المجهول هنا يقول يزيد العدد 15 بمقدار 3 على 6 أمثال عدد إذن العدد هذا نفرضه سين مثلا 6 أمثال هذا العدد الذي هو 60 وماذا لدي أيضا؟ يزيد العدد 15 بمقدار 3 على 6 أمثال أي أن العدد 15 يزيد بـ 3 عن هذا العدد أي أن العدد 15 يساوي 3 زائد هذا العدد وهذه عبارة أخرى نضيف العدد 10 إلى ناتج قسمة عدد على 6 فكان الناتج 5 قسمة عدد هذا العدد هو المجهول نبدأ به فلنفرضه مثلا صاد ناتج قسمة هذا العدد على 6 إذن نقسم الصاد على 6 ونضيف إليها 10 فكان الناتج 5 فيصبح الناتج 5 إذن هذه هي المعادلة 10 أضيفت إلى ناتج قسمة عدد على 6 هذا العدد على 6 نضيف إليه العشرة فكان الناتج 5 نأخذ جملة أخرى هذه الجملة تقول الفرق بين 12 ومثلي عدد ما يساوي 18 إذن نبدأ من المجهول عدد ما وليكن باء مثلا مثلي العدد يعني 2 في باء الفرق بين 12 ومثلي العدد أي 12 ناقص 2 باء هذا هو معنى الفرق الفرق معنىها طرحة 12 ناقص 2 باء يساوي 18 وحولناها إلى معادلة درس حل معادلات تتضمن متغيرات في طرفيها هنا سنحل مثالين حتى نفهم هذا المفهوم فلنأخذ هذه المعادلة نظر هنا لدي سين في هذا الطرف والسين في هذا الطرف ماذا أفعل في هذه الحالة؟ تذكر دائما أننا نريد أن نصل إلى هذه الصيغة سين تساوي عدد ما إذن يجب أن أتخلص من السين في أحد الطرفين فهنا أنظر أي الطرفين أصغر هنا أربع سين وهنا خمسة سين إذن من الأسهل علينا أن أتخلص من الأصغر وهو أربع سين إذن أطرح من هذا الطرف أربع سين وإذا طرحته أو جمعته في هذا الطرف عدد يجب أن أطرحه وأجمع نفس العدد إذن أطرح من هنا أيضا أربع سين أجمع هنا ثمانية موجب أربع سين ناقص أربع سين بصفر خمسة سين ناقص أربع سين متشابهة سين وسين ثم أجمع العوامل خمسة ناقص أربعة بواحد لا أضع الواحد أعلى ووصلت إلى الحل سين تساوي ثمانية أستطيع أن أتحقق من الحل كيف أتحقق؟ بأن أعوض بقيمة سين هذه في المعادلة الأصلية فالمعوض والنرى ثمانية زائد أربعة وبدل السين أضع قيمتها التي أوجدتها ثمانية يساوي خمسة وبدل السين أضع ثمانية ثمانية زائد أربعة في ثمانية بثنين وثلاثين يساوي خمسة في ثمانية بأربعين ثمانية زائد ثنين وثلاثين بأربعين تساوي أربعين أربعين تساوي أربعين وهذا صحيح إذن نحلي صحيح نأخذ مثالا آخر وننظر يوجد لدي متغير هنا السين وهنا أيضا السين إذن يجب أن أتخلص من السين في أحد الطرفين تخلص من الأسر إذن هنا أطرح ثلاثة سين في هذا الجانب أيضا يجب أن أطرح ثلاثة سين أجمع ثلاثة سين ناقص ثلاثة سين بصفر وتبقى عندي سالب سبعة يساوي تشابهة الحدود أضع لحد المتشابه ثم أجمع المعاملات ثمانية ناقص ثلاثة بخمسة زائد ثلاثة وعشرين أحل هذه المعادلة أتخلص من الثلاثة والعشرين هنا إذن أطرح ثلاثة وعشرين من هذا الجانب أيضا أطرح ثلاثة وعشرين يبقى هنا خمسة سين موجب ثلاثة وعشرين ناقص ثلاثة وعشرين بصفر وفي هذا الجانب سالب سبعة وسالب ثلاثة وعشرين ساوي سالب ثلاثين أقسم على خمسة حتى أحصل على سين تساوي سالب على موجب بسالب ثلاثين على خمسة بست وهذا هو الناتج فلأتحقق أوضف المعادلة بقيمة السنة التي أوجدتها 3 في سالب 6 سالب 7 يساوي 8 في سالب 6 موجب 23 3 في سالب 6 بـ 18 بسالب 18 بسالب 7 يساوي 8 في سالب 6 بسالب 48 40 زائد 23 أجمع هنا سيصبح الناتج سالب 25 وهنا أيضا إذا جمعت سيصبح الناتج سالب 25 تساوت الكفتان إذا نحلي صحيح